السلام عليكم هل تأثير البطاطس إيجابي أم سلبي على مستويات السكر بالدم يثير مرض مقاومة الأنسلين قلقا متزايدا في العالم خاصة مع زيادة انتشار مشاكل السكري من النوع الثاني دراسة أمريكية حديثة توصلت إلى نتيجة هامة تربط بين تناول البقوليات والخضار والبطاطس على مستوى السكر في الدم تتهم البطاطس البطاطا بالمساهمة في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ولذلك غالبا ما تدرج على قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسلين رغم هذه الاتهامات أظهرت دراسة أجرها مركز بنينغاتون للبحوث الطبيات الغذائية بنينتين بيمدكيل ريزيفتف سنتر ومقاره في ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية أن البطاطس لا تزيد من هذا الخطر بل تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة وتقدم فوائد صحيات كبيرة البطاطس ومرض السكري شركت الدكتورة كإنددار بيلو الأستاذة المساعدة في مركز بنينغاتون للأبحاث الطبيات الحيوية بجامعة ولاية لويزيانها في تأليف الدراسة ونشرت نتائجها في مجلة الطعام الطبي حيث فحص الباحثون آثار النظام الغذائي الغني بالبطاطس على المحددات الصحيات المهمة للجسم وخاصة تأثيره على مرض السكري وفقا لريبيلو التي تعمل أيضا كخبيرة تغذية أظهرت الدراسة أنه خلافا للاعتقاد الشائع ليس للبطاطس تأثير سلبي على مستويات السكري في الدم وبالتالي فهي مناسبة أيضا لمرض السكري وفقا لريبيلو التي تعمل أيضا كخبيرة تغذية أظهرت الدراسة أنه خلافا للاعتقاد الشائع ليس للبطاطس تأثير سلبي على مستويات السكري في الدم وبالتالي فهي مناسبة ايضا لمرضى السكري تشير الابحاث الى ان الحميات الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات مرتبطة بزيادة خطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني عند تناولها كمية قليلة من الكربوهيدرات في حين تقلل الحميات الغذائية الناباتية المنخفضة الكربوهيدرات من هذا الخطر من خلال التناول الاطعمة ذات الوزن العالي والقليل من السعارات الحرارية يمكن تقليل كمية السعارات الحراريات المستهلكة بسهولة البطاطس والبقوليات وبحسب الموقع الالماني ميدلزيندوك المتخصص بالمواضع الطبيات والذي نشر ايضا عن الدراسة تم اختيار 36 مشاركا تتراوح اعمارهم بين 18 و60 عاما يعانون من زيادة الوزن ويعانون من السنة او مقاومة الانسولين وهم اشخاص يعانون من صعوبة في استخدام الانسولين بشكل فعال لتحكم في مستوى السكر في الدم وتم تقسيم المشاركين الى مجموعتين الاولى تناولت حمية تحتوي على البطاطس والثانية تناولت حمية تحتوي على البقوليات وجرى تقييم مدى تأثير كل من الحميتين على مستوى السكر في الدم وفقدان الوزن ووجدوا ان النتائج كانت متساوية بين الحميتين حيث تحسن مستوى السكر في الدم وتمكن المشاركون من فقدان الوزن بنسبة مشابهة في كلا الحميتين واستغرقت الدراسة ثمانية اسابيع اثتم اعطاء المشاركين نظاما غذائيا خاضعا لرقابة مشددة مع الاطعمة المتاحة على نطاق واسع بما في ذلك الفاصولة والبازلاء واللحوم او الاسماك او البطاطس مع اللحوم او الاسماك والزيادة محتوى الالياف في البطاطس تم غويها مع قشرها ثم تبريدها لمدة 12 الى 24 ساعة تم دمج البطاطس في الاطباق الرئيسيات للاغداء والعشاء كما تم تحضير البطاطس بطريقة تحتوي على اكبر قدر ممكن من الالياف وعند مقارنة حمية البطاطس بنظام غذائي من الفاصولة والبازلاء اتضح ان كلا النظامين الغذائيين لهم نفس الفوائد الصحية وفقا لريبيلو لم يكن حجم الوجبات هو الذي تم تخفضه بشكل حاسم في هذه الدراسة ولكن محتوى سعرات الحراريات عن طريق اضافت البطاطس وتلقى كل مشارك في الدراسة وجبة مصممة خصيصا لاحتياجاته الشخصيات من السعرات الحرارية اهمية البطاطس كخذاء كقاعدة عامة البطاطس لها قيمة غذائية عالية وغنيات بالبرواتين والكربوهيدرات والماغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد ونظرا لانها تتكون من ثمانين في المائة من الماء فهي منخفضة السعرات الحرارية كما ان ثمار البطاطس غنياتا ايضا بالفيتامينة بواحد وباثنان وفيتامينة سي يشار الى ان دراسات سابقة حذرت من تناول البطاطس لمرضى سكري حيث نشر الموقع الالماني الطبي ابثيقيندي دراسة تشير الى ان تناول كميات كبيرة من الخضروات باستثناء البطاطس يقلل من خطر الاصابة بالسكري بنسبة 21 في حين ان تناول الاخيرة كان يزيد من هذا الخطر بنسبة 9 خاصة عند تناولها في شكل مثل بطاطس مسلوقة مهروسة او مقلية بالاضافة الى رقائق البطاطس وقد يكون مؤشر السكر الدموي للبطاطس الذي يؤدي الى ارتفاع في نسبة السكر في الدم والانسولين احد الاسباب وراء تأثيرها سلبي المفترض على السكري وهو مقاد الاطباء في السابق الى التوصية بالتقليل من استهلاكه بيد انه من الضروري دائما تعديل النظام الغذائي بناء على الاحتياجات الفردية وفهم كيفية تأثير مختلف الاطعمة على الصحة وتوصي جمعية القلب الامريكية بنظام غذائي يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات بالاضافة الى مصادر البروتين الصحيات مثل الاسماك السلمونة والتونة وما الى ذلك والمأكولات البحريات والبقوليات والمكسرات ومنتجات الالبان قليلة الدسم او الخالية من الدهون واللحوم الخالية من الدهون بالاضافة الى ذلك توصي جمعية القلب الامريكية باعطاء الافضلية للاطعمة المعالجة بالحد الادنى على الاطعمة المصنعة للغاية والحد من استهلاك السكر والملح السوديوم والكحول من جهته يؤكد ديموند الرجب اخصائي الامراض الباطنية في حوار مع دي ديبلي وعربيات ان غالبيات تلك الدراسات قد تفتقر الى الدقة الكافية بالمجمل كونها تعالج الموضوع من زاوية واحدة وتخفى الزوايا اخرى مهمة والاغتلاف في النتائج هنا بحسب الاخصائي الرجب يعطي فصحة ايجابيات بالسماح لمرضى السكري من النوع الثاني بتناول البطاطس والتي تعتبر مفيدة لهم نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سيوى باضافة الى انها غنيات بالالياف والبوتاسيوم ويؤكد الطبيب الرجب من مدينة هاغين في ولاية شمال الرأي وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم